أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول هاينا الصلاة هاينا الصلاة هاينا الفلاح هاينا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهديه الله فلا مضل له ومن يطلب فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وره الحمد يحي ويميته وحي لا يموته على كل شيء قدير كل شيء قائم به وكل شيء في الكون خاضع له من تكلم فهم نطقه ومن سكت علم سره سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعلم وما تخفي الصدور القائل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والقائل عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونصلي ونسلم ونبارك على من بعثه الله رحمة بالعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتاقين وقائد الغرب المحجرين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كلما ذكر الله الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون الرحمة المهداه النعمة المصداه الصراج المنير قب القلوب وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وعافية الأبدان ودواؤها تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة الضيضاء وعلى الطريقة الواضحة الناصعة الغراء لا يزيم عنها إلا هارك أو ظالم أو ظالم لنفسه مبين وقائد صلى الله عليه وسلم فركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة أما بعد أيها المسلمون الأفاضل مرحبا بكم إلى جمعة جديدة من جمع الإسلام والإيمان يا أيها الذين آمنوا فذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذن بيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون موضوع جمعتنا اليوم لتعلق بعلاج أمراض القلوب ونتكلم فيه دائما عن تلكم العلاقة الربانية الحميمية النورانية التي يجب على كل واحد منا أن ينشئها بينه وبين الباري سبحانه وتعالى يا أيها الذين كرام المسلمون الأفاضل هم لدينا نشاطفة الروض العجزة ولمنزية الروض العزة والأمودية اللذي يجب أن نطلب نظارة وفقه شخصي هنَامَا نَنْضَرُوا ايُّهُ الْأَحْبَابِ الْقَيَاتِنَ الْيَوْمِيَّةِ عندما نسترقب نحن ربما نحن نحن و هذا النحوات و لن أرى هذه التنية و هل نظرت هذه الكثيرات من الأكاذيب من الكلمة الفحيش من المخالفات الوهود من النفاق من أصحاب الوجوه المتنوية والمتعديد والعياد بالله عندما نرى هذه التفكريسي الذي نرى في نفسنا نحن 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 الآخرين وي نحن نصبع et ils disent qu'on est musulman on ne respecte la parole on trahit nos rendez-vous et nos paroles et nos contrats on vit dans les mensonges Et l'être humain le musulman qui doit être correct qui doit avoir quand même un seul visage comme il a dit le prophète te recognize plus plusieurs visages avec toi il a un visage derrière toi il a un autre visage avec toi il te dit est Frya وعندما يتركك فهو يقول الله لا يحب بالواجهين قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبحنا من مكرنا ومن خداعنا ومن فساد دمائرنا وقلوبنا أصبحنا مصرحوا بهذا الأمر يصبح الإنسان يقول لك ما عليش كل واحد تعطيه هواء شو هذا كل واحد تعطيه هواء شو هذا الشيطان تعطيه هواء المنافق تعطيه هواء الغدار الخائن تعطيه هواء المغتاب الذي ينمم ويعيش بالغيبة وينتقم من إنسان إلى إنسان تعطيه هواء وتقول له إيه إذن أصبحت منهم يا أيها الذين أمنوا الله عز وجل ينادي وإذا لقيتم الناس يذكرونا أو يخدونا في حديث محرم فلا تقعدوا معهم حتى يخدوا في حديث غيره باتقادوش معهم سي vous entendez سي vous êtes des vrais musulmans سي vous êtes des vrais croyants سي vous êtes vraiment vous voulez le baraka dans votre vie et dans vos enfants dans vos familles et il ne faut pas s'asseoir avec des gens qui disent des médisances des mensonges des trahisons et qui piquent comme on s'appelle les frappes l'honneur des gens alors ils sont absents c'est ça l'islam c'est ça la foi c'est pas un business c'est pas un cinéma c'est pas des films la religion c'est pas un décor c'est un comportement c'est une sensibilité c'est un courage la religion c'est un comportement c'est un comportement c'est un comportement si quelqu'un il les trouve parmi eux il doit savoir qu'il a une part de l'hypocrisie en lui qu'elle soit il y a Rasulallah quand il parle ou quand il se dispute il dit des gros mots et quand il parle il ment il dit des mensonges il ajoute il invente et quand il donne un rendez-vous il ne le respecte pas il ne respecte pas sa parole ou l'aïeadu billah هذه أخلاق لا يجب أن تكون في الإنسان فما بالكم بالذي يخاف الله فما بالكم بالذي يستحي من الله سبحانه وتعالى رحم الله الإمام الكالتاني un grand إمام qui s'appelle الإمام الكالتاني حينما كان على فراش الموت quand il était en train de mourir أخذا يردد ويكرر ويعيد الحمد لله الحمد لله il dit avec la force qu'il avait alors il était en train de mourir الحمد لله الحمد لله ils l'ont demandé يا إمام يا إمام pourquoi c'est الحمد لله alors que ils sont en train de quitter ce grand monde قال الحمد لله لقد عشت لقد وقفت على بابي قلبي لقد وقفت على بابي قلبي 40 عام حالي صلى الله حتى لا يدخل غير الله إليه حتى لا يدخل غير الله إليه يقول je suis resté un gardien sur la porte de mon cœur pendant 40 ans presque toute la vie afin pourquoi pour que une autre chose que Dieu qu'on a que l'amour dans la porte de mon cœur لا تسكن في قلبي حتى لا يسكن الغير في قلبي حتى يلقى قلبي مملوءا بالله بحب الله بالحياة la porte de mon cœur أين هو الحياة من الله أين هو الحياة من الله عجل يضرب زوجته ويحقيرها عجل يغتاب الناس وهم غائرون يصلي في المسجد ولكنه لا يعطي حقا للناس تجده فاجرا تجده يرتكب الحرام يقول الحرام والعياد بالله يعيش فتسأل أين هو الإيمان فيه أين هو الدين فيه لماذا هذا التناقض وهذا التعارض أيها الأحباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سوا بريديك سوا طوامام سواكم سابلس كتدون ندون بالماج لا يقضي لا يقضي سوا طوامام سوا طوامام ندفو كلنا ندفو ولكن كما تتبقى لفاولة تحيطان سوا مليد في تتبقى إبداعنا الـ مليممم دي شوز الـ مدزنس الغيبة النميمة الكلام الفاحش الكلام الأكل الحرام بيع الحرام شرب الحرار هذا حاول أن تبتعد عنه سواء أم بون تخيمة أم بون كويون يعني أم بون ميزيلمون حتى يفرح الله بك ويفرح المتفرح الأنبياء بك ويفرح الرسل بك أيها الأحباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لك فيا فوز المستغفرين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عباد الله اتقوا الله فيما أمر امتهوا عما عنه نهى وزجر واخرجوا حب الدنيا من القلوب فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله قد أمرنا بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة قدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إرشادا لنا وتعليما ورفعا من قدر نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وطعظيم وطكريم إن الله وملايكته يصنون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلى الله عليه وسلم وطسليما أيها الأحببات الكرام إملاقوا قلوبكم بالله تعالى إملاقوا قلوبكم بحب بالله تعالى إملاقوا قلوبكم من الحياة من الله essayez de remplir vos cœurs et nos cœurs on essaie essayons de remplir nos cœurs avec l'amour de Dieu et la pideur de Dieu et ne sont pas des phrases comme ça dans l'air la pideur de Dieu même si tu subis une injustice même si tu vois comment ça s'appelle tu reçois du mal par respect par amour par pideur par Allah je ne réponds pas je répondrai avec des fleurs et des roses c'est ça le comportement d'un vrai musulman avec sa famille avec ses amis avec les musulmans et avec les non-musulmans et avec tout l'environnement et la société il a trouvé quelqu'un par terre il était ivre et il a pris son mouchoir et il a lavé comme on s'appelle il a essuyé sa bouche des gouttes comme on s'appelle de l'alcool où on s'appelle فمه من الخمر وطهره الإمام مالك وحينما نام في الليل رأى في الرؤية في المنام مالك يناديه يا مالك إننا إنك طهرت فمه من أجلنا فإننا سوف نطهرك من أجلك نطهر قلبك من أجلك قول إمام مالك كانت أي صابوش فمعرفت لنا الله لهم لتنسى وحينما نالية وليم ليستشعر وحينما نطهر وحينما نطهر وحينما نتмеى فمن سوف نطهر وأغرق فهي سنة فهي سنة وحينما نطهر يقول فذهبت إليه سمعت رجل يبكي في المسجد في الفجر في صلاة الفجر يقول فذهبت إليه فإذا به ذلك الرجل الذي وجدته في الليل مساء قبل المريحة مرمي على الأرض وهو سكران جاء تائب إلى الله تعالى لأنه مساح له فمه واتبع السيئة الحسنة تنحوها وخالق الناس بخلق حسن اكسبوا القلوب اكسبوا القلوب بحسن العمل وقولوا للناس حسنى وقولوا للناس حسنى يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنى اتخذوا صالح الأعمال فيها سوفنا وسافروا إلى الله وسافروا إلى الله أيها الأحباب السعادة السعادة في العيش مع الله قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الإمام ابن تيمية يقولون بأل فراز يقولون بأل فراز يقولون بأل فراز يقولون بأل فراز جنة الأنس بالله والعيش في صدق وعافية مع الله سبحانه وتعالى فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه لئي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا ولأساتدتنا ولمنعلمونا ولأضبار الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين ورحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إننا وقفنا ببابك نبتغي مرضاتك ونرجو عفوك ورضوالك فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد إن لا إله إلا الله أشهد إن محمد رسول الله حيّع الصلاة حيّع الفلاح قد عقامات الصلاة قد عقامات الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم الحمد على الشيء قدير استووا واعتدلوا يرحمني ورحمكم الله استووا واعتدلوا أثابني وأثابكم الله صوصوكم لا تسيط صفوكم من تمام الصلاة واعلموا أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وصلوا صلاة مودع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين كذب إن